بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على اه التلات رموز لو شفناهم في المنام. اه للازف لازم ناخد حذرنا. ولاازم ناخد اه بالنا منهم. اه اول رمز لو شفناه هو رؤية هجوم الكلاب. اما يشوف الرأي ان فيه كلاب بتهجم عليه او فين كلاب بتلحقه او بتجري وراه. اه دي من الرموز برضو اللي بتكون شوية اه غير محمودة. اولا اه لو شاف الرأي مجموعة من الكلاب بتجري وراه وسمع صوتهم اللي هو النباح للكلب. اولا اه بتدل على ان فيه شخص محيط بالرأي الشخص ده مخادع. كمان بتدل انه هو هيقع اه بالفعل في اه خداع. اه كمان لما يشوف الرأي ان فيه مجموعة من الكلاب اه كانت بتجري وراه وكمان ما تساقط ملابسه. فده للازف بتدل على كلام او على ان فيه ناس بتخد اه او بتتكلم اه كلام سايق وبالاخص اه يعني بموضوع يخص الشرف. كمان اه اما يشوف الرأي ان فيه مجموعة من الكلاب بتجري وراه فاحيانا اه بتدل على مجموعة من الزنوب او مجموعة من الاعمال السيئة اللي بيقوم بيها الرأي. اه كمان لما يشوف الرأي ان فيه كلب بينبح عليه فده معناه ان فيه امر معين في حياة الرأي الامر ده هيكتشف او هيفضح. كمان لما يشوف الرأي ان الكلب اه هجم عليه وكمان اه حصل منه ازية يعني مثلا عضو مثلا اه فمعنا كده للأسف اه بتدل على ازمات هو هيمر بيها على مشاكل على اه ممكن نصاب بازمة اه صحية اه اما لما شاف الرأي انه قدر انه يهرب اه من الكلب دي فدي اه من الرموز اللي بتدل على خلاصه من متاعب من مشاكل اه من كمان اه اه شخص كان مؤذي اه محيط به فان شاء الله ربنا هينجي اه من الشخص ده. الرمز اللي تاني معنا هو لما يشوف الرأي ان هو بيصلي بصعوبة او ان هو مش قادر يكمل الصلاة او انه قطع الصلاة. اه كل دي برضو من الرموز اللي بتكون في الغالب غير محمودة. اولا لما يشوف الرأي ان هو مش قادر يكمل الصلاة اه بتاعته فمن الرموز اللي بتدل على اه وقوعه في معصية او وقوعه في زنب او بتعاده عن الله سبحانه وتعالى. كمان لما يشوف ان في مجموعة من الناس اه بياضعوه في الصلاة او اه بيحاولوا ان هما اه يبعدوا او اه يخلوه مش عارف يصلي. فمعنى كده ان في اشخاص موجودين حوالي الاشخاص طول منافقين. كمان اه مخادعين. وبيحاولوا ان هما اه يعني اه يقودوا للضلالة او يبعدوا عن الله سبحانه وتعالى. اه كمان من الرموز اللي بتدل برضو عدم اه تمام الصلاة على صعوبة في حياة الرأي. خطوصا لما يشوف ان هو عمالي قطع مش قادر يصلي. اه الصلاة عمالي يخرج منها ويرجع تاني. فكل دي من الرموز اللي بتدل على صعوبة في حياة الرأي. على مشاكل اه ممكن يمر بيها. وفي الاخص كمان على ازمات ممكن تكون ازمات مالية. اه هي اه بتلحق او هيتعرض لها. لما يشوف ان هو اثر ان هو يرجع تاني اه لل الصلاة. عاد تاني للصلاة ويتمها. يعني ان هو خرج من الصلاة. وبعدين رجع تاني للصلاة. وخلاص هو اه تم الصلاة خلاص. اه فمعنى كده ان ان شاء الله هيقدر ان هو يحل اه مشاكله وان هو هيتغلب على الازمات والمشاكل دي. اه كمان لما يشوف ان هو ترك صلاة الجماعة وخرج اه منها. فتا اه برضو من الرموز اللي بتدل على بتاعات عن طريق الله. كمان على مشاكل بيمر بيها على ازمات. برضو من الرموز اللي بتدل على اه اه ديئة. على فكر. على هموم. اه كمان من من الرموز اللي ممكن ندل على اه كبائر. اه على ان الشيطان قادر ان هو يتحكم اه في حياة الرائب بشكل عام. الا مرأة المتزوجة لما تشوف ان هي مش قادرة تكمل الصلاة. فمعنى كده ان في خلافات هتكون فيه مشاكل. هيكون فيه بعض من الله سبحانه وتعالى كمان. يعني دليل على ان هي محاضة بمنافقين ومخادعين ومضللين فعليها ان هي تاخد اه حذرها او تاخد بلها. اه كمان البنت العزباء مشروب برضو ان هي مش قادرة تكمل الصلاة وفي صعوبة. فان هي تتم الصلاة فدي كلها ازمات هي هتتعرض لها اه في حياتها. اه كمان من الرموز اللي ممكن دل برضو على اه شوية بعض عن الله سبحانه وتعالى. او اه شوية اه يعني هيكون فيه صعوبة في حياتها بشكل عام سواء في شغالها او في اه زواجها. الرمز التالت معنا النهاردة اللي هنتكلم عليه وهو رؤية حيوان. الحيوان ده برضو من الرموز من الرموز السيئة جدا اه اللي شفناها اه في المنام. الحيوان اللي هنتكلم عليه او الرمز ده هو العين كبوت. الرمز التالت العين كبوت اولا اه من الرموز اللي شوية بتكون غير محمودة. لو اه شافها الرائي فمن الرموز اللي بشكل عام بتدل على وجود عدو اه قريب اه من الرائي. كمان اه بالاخص يعني لو كان اللونه اسود. اه كمان اللون الاسود اه العين كبوت الاسود في المنام فممكن تدل على رجل او امرأة سيئة السمعة موجودين في حياة الرائي. اه كمان العين كبوت برضو اه من الرموز اللي ممكن تدل على اه حاسد او اه خاين اه اه محيط بالرأي وعليه ان هو اه يعذر. اه كمان العين كبوت من الرموز اللي بتدل على خلافات عائلية او خلافات اه زوجية. لما تشوف الفتاة العزباء اه العين كبوت كتير اه في في المنام. فللأسف بتدل على تأخرها اه في الزواج. كمان العين كبوت الاسود في المنام اه خصوصا برضو لو شافتها فتاة عزباء وشافت عين كبوت لونه اسود في البيت عندها فمعنى كده ان هي عندها صديقات او ناس محتين بيها. الاصدقاء دول سيئين جدا. كمان العين كبوت الكتير اما تشوف في في اكتر من العين كبوت فدي كلها مشاكل وعقبات وصعابها تقابلها اه في حياتها اه بشكل عام. اه برضو العين كبوت اه للرجل برضو من الرموز اللي بتدل على مشاكل وخلافات خطوصا لو كان اه متزوج فبتدل على خلافات اه زوجية على خلافات اه في العمل. على وقوعه في ازمة مادية او في اه او ديئة مالية. اه كمان لما يشوف الرأي العين كبوت في بيت حد من اصدقاؤه. فمعنى كده ان هيحصل خلاف بينه وبين الشخص ده. اه كمان العين كبوت من الرموز برضو اللي بتدل على اه ازمة صحية ممكن يمر بيها الرأي. اه كمان العين كبوت اه من الرموز برضو اللي بتدل على شخص مؤذي. وهيحاول اه يأذي الرأي او هيسبب له في اه ضرر. اه كمان العين كبوت لو شاف الرأي ان هو اتلوا او ان هو تخلص منه فده خلاص من مشاكل خلاص من هموم خلاص من مرض خلاص من عدو اه او اه من اصدقاء اه سوء. اه كمان من الرموز اللي بتدل على نصر لو في خصومة او كان في اه عداوة للرأي. اه احنا كده فصرنا اهم تلات رموز ممكن تكون رموز شوية سيئة. اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او هو سؤال اكتبوا لي رحب. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله بفيديو بديد. مع السلامة.